نروح لسيدات كرة السلة اللي عندهم الاسبوع ده المبارايتين الذهاب والعودة مرتبط وسيدات مع نادي سبورتينج في نهاي دوري المرتبط المبارايتين هيكونوا الثلاث والخميس المباراة الاولى بتاعت المرتبط هتبقى الساعة خمسة ونص والسيدات بتبقى الساعة تمانية والمبارايتين على صالة مجمع الدكتور حسن مصطفى طيب المبارايتين سهلين مش سهلين خالص اللقاء السنة دي او المواجهة السنة دي اصعب بكتير من السنة اللي فاتي سبورتينج فريق المرتبط بتاعه محترم جدا جدا معامل نتائج كويسة في الفترة اللي فاتت فريق السيدات برضو ادعم بخمس لعبات جداد او اربع لعبات جداد فالنهاردة انت عندك فريق سبورتينج نسخة غير السنة اللي فاتت اه انت زي ما انت فريقتك الحمد لله مكتملة لعيبتك كله زي الفل ولكن النهاردة مباراة القمة دي او مباراة النهايات دي بتبقى ليها حسابات تانية سبورتينج شكلهم كويس عنده مرتبط كويس اللقائين مش هيكونوا سهلين بمكان ولكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر على حسم البطولة دي بحاجة مهمة جدا ألا وهي الخبرات الحاجة التانية كابتنطاري خيري المدير الفني عنده خبرات كبيرة في ادارة المباراة الكبيرة اللي الحمد لله عنده فيها توفيق كبير دي سورة طبعا كابتنطاري خيري وتركيزه عارف امكانات لعيبته كويس عارف امكانات اللعبة النهاية التانية بيحترم الخصوم بشكل كبير جدا شوفنا مباراة نادي سموحة اللي احنا زعناها لحضراتكم دي لقطات منها قاد دي هو كان محترم نادي سموحة ومحترم أداءه وعارف مفاتيح لعبه ولعب بكل قوة وشارك الاثناشر لعبة في المباراة لا يعني ان شاء الله اتصور واتمنى واتصور ده توقع وتمني في نفس الوقت ان نادي الاهلي هيفوز بدولي المرتبط ان شاء الله طبعا بيكون فريق مرتبط سيدات كابتن ماجد سلامة وفريق الكبير طبعا او السيدات كابتن طاري خيري الفريق ده هي لعبطولة افريقيا السنة دي هيليل حق يدعم بتلات محترفات وهتبقى بطولة افريقيا الاولى من نوعها او النسخة الاولى من نوعها برعاية البسكت بول انبي افريكا ليج ودائما مصر هي قبلة الحقيقة البطولات القرية بشكل كبير لما تمتلكه مصر من بنية تحتية كبيرة في الصلاة المغطاة وكمان محل الاقامة سواء اوتلات او قرى اولمبية او مراكز اولمبية لا الحقيقة مصر بشكل كبير يعني تمتلك هذه الامكانيات نفس الكلام بالنسبة لفريق او رجال كرة السلة بسكبول افريكا ليج الكونفرنس او نايل كونفرنس هتتلاعب تاني في مصر التصفيات بمشاركة النادي الاهلي هتتعمل في مصر بعد رمضان الجاي في شهر ابريل باذن الله كل سنة وحضركم طيبين